أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء المجتمع المدني اللي تعودنا فيه بأن نقيم وضع بلادنا لا لشيء إلا للتركيز على الحلول وعلى إخراج البلاد من الحالة اللي هي فيها وضع بلادنا اليوم واضح لنزكل غني عن التعريف سواء على مستوى الإرهاب أو على مستوى نجم نقوله الإفلاس المالي على مستوى غلال معيشة على مستوى الإهمال والمعاناة في أغلب المصالح والإدارات على المستوى الصحي على مستوى الإدارات على مستوى الخدمات أو البطالة وغلال معيشة والأمل منين مشيجي الحل من المشيجي الأمل هو الانتخابات الجاية الانتخابات الجاية هي محطة مصيرية للبلاد مش يتقرر فيها مصير تونس علاش يتقرر مصير البلاد في الانتخابات الجاية أولا الوضع الحالي وثانياً بأن الانتخابات هي الفرصة التي تخرج منها أطراف وكفاءات جديدة وتخرج منها برامج جديدة تتماشى مع تحديات وتطلعات الناس ومعاناة لكن دعونا نتسألوا اليوم الانتخابات الجاية فعلاً مش تطلع منها أطراف جدد ومش تطلع منها برامج صلبة قوية صادقة تحقق هداف الثورة وترفع المعاناة والغبار والفقر على الناس مش نحاول نعطيكم تقييم باش نفهموا شنوة اليوم كن يخرج من الانتخابات الجاية وعلى ظوها التقييم هدايا مش نقرروا نحن شنو الشيء لنجمع نعملوه مع بعضنا باش فعلاً الانتخابات الجاية تكون هي الفرصة لإخراج تورس من المعاشر الانتخابات قلنا بأن فرصة يخرج منها أطراف جدد ويخرج منها برنامج قوي وصلب جديد كنو أخذوا المعطيات الزوز هدوما نشوفوا بأن اليوم وورشات العمل والنشاطات اللي قمنا بها في عديد الجهات إلى منذ يومين اهتدينا إلى تقييم دقيق وبكل صدق تخوف على مآل البلاد علش؟ خاطر اليوم كيف نشوفوا المحادثات السياسية والمناورات والنقاشات والحوارات دايرة بين نفس الأطراف بحيث تم احتمال كبير بين الانتخابات الجاية مش تكون انتخابات بيضاء باش تخرج منها نفس الأطراف ولكن في تركيبة مختلفة اللي كان هنا واللي كانوا ترويكا ربما يولوا ترويكا أخرى أو يولوا رباعي أو إلى آخره يعني اليوم الأطراف والمفاوضات الجارية والتأخيرات والحوارات اللي التول ونقدم الرئاسية للتشريعية أو عكس ذلك كلها مناورات لدف متاعه هو كيفاش نحق تركيبة بين نفس الأطراف الموجودين حاليا بحيث الانتخابات المقبلة احتمال كبير وهذا أغلب الاحتمال اليوم بكل موضوعية بأنه يخرج نفس الأطراف ولكن في تركيبة مختلفة البارع على الإنسان فد من الصالة متاعه يغير البلايز متاع الكرياسي ويغير شوية ما يتغير حتى شيء على مستوى البرانج اليوم وهذا حسناه بقوة في كل اللقاءات ورشات العمل اللي قاعدين نقوم بها في المناطق الداخلية في القصرين في سيدي بوزيد في جابس هذا من الحلقات الأخيرة اللي قمنا بهم في الأسبوع نفات واضح كل الوضوح اليوم بأنه على مستوى البرامج وعلى مستوى الأطروحات وعلى مستوى المقترحات بأنه فعلا الأحزاب في واد والشعب في واد أخر اليوم الأحزاب تحسهم وكأنهم مش عايشين في تونس وكأنهم ما يتحدثوش على مشاكل تونس تشوفك التجاذبات ويضيعوا وقت في حوايج ثانوية جداً لو كانوا واعين بالوضع اللي عايش فيه البلاد بحيث مما لا شك فيه اليوم بأنه مثار البرامج والمقترحات ماشي في اتجاه من طرف الأحزاب على الأقل والنشطاء الفاعلين في الساحة السياسية ماشي في اتجاه بعيد كل البعد على معاناة الناس وعلى تطلعاتهم بحيث إذا كانوا يأخذوا هذه المعطيات الزوزة ثم احتمال كبير وهو اليوم أقوى احتمال هو بأنه الانتخابات جاية مشكون فعلا انتخابات بيضاء مش نخرزوا منها بنفس الأطراف وبنفس الأفكار أي فيه غياب برامج ولا برامج واهية بسيطة بعيدة على معاناة الناس وما تضربش في الصميم وتعالج بيقوة معاناة الناس هذا هو الواقع وإذا كان الانتخابات جاية خرجنا منها بهل مصير هدايا راهي البلاد في خطر ونحب نكرر بأنه أقوى احتمال اليوم هو أنه انهار أول انهار بعد الانتخابات مش يكون تماما كالنهار اللي كان قبل الانتخابات مش نعملوا انتخابات إذا ما تغير شيء وبعد الانتخابات مش نقوموا نرقدوا ونقوموا نرقدوا ونقوموا نرقدوا نسمى تغير فيها حتى شيء بل دخلت في خمسة سنوات نفس الفشل نفس الأتعاب نفس المعاناة ولكن وقع تأطيرها وقع غطاء شرعي وضع غطاء شرعي عليها هذا كون هذا كعليش نحن مشطاء المجتمع المدني خاصة في المناتق الداخلية ليس على خطر المناتق الداخليا أذكى أما أقرب للوطنية من الأخرى على خطر تعاني أكثر هي في وجهة الفقر هي في واجهة الأتعاب هي في وجهة العطش هي في وجهة البطالة وزيد اليوم هي في وجهة الأرهاب لأنكم تأخذوا القائمة بتاع الناس اللي قادين يموتوا الشبان ربما من القصرين من سيديب والزيد من القروان ربما من نابل ولا من الحما لأمتى من سوسع وهذه هي واقع للبلاد هذا كعليش نتحدث عن المناتق الداخليين من نجموش نقبل بأن بعد الانتخابات الجاية ما يتغير حتى شيء وتبقى تونس في نفس المأزق وفي نفس الأتعاب وفي نفس المشاكل وفي نفس المعاناة نكون بذلك حكمنا على مصاب تونس بأن تبقى بلده وتولي بلد متخلف إلى مدة طويلة هذا كان لكي نحن في المجتمع المدني بدنا نظم فروحنا وهذا واجب المجتمع المدني اليوم كل المواطن اليوم مطالب بأنه يوقف وقفة حازمة لبلاده لكي نمنع بلادنا ونحموها من هذا المصير حدايا وتكون الانتخابات الجاية فعلا هي المحطة التي تخرج البلاد من المأزق هذا ما هو الشيء الذي فعلناه إلى حد الآن وين وصلنا وما هو الشيء على ضوء هذاك الذي نجم تعمله أنت كمواطن أو كمواطنة شاب أو شابة نجم تعمله لبلادك اليوم لدينا زوز ديناميكيات وزوز مسارات وحاجتينه كبار قاعدين يقوم توحيد المجتمع المدني وبناء التنمية إذا كان نحبه نقوله في الأشهر الجاية شنو الشيء النجم نعملوه نحن كل مواطن في أي مكان شنو الشيء النجم نعملوه هو أولا وحدتنا كمجتمع مدني توحيد نشطاء المجتمع المدني والجمعيات باش نأثروا على الانتخابات ونمنعوها بأن تكون انتخابات بيضاء والحاجة الثانية يركزوا على التنمية باش بعد الانتخابات مباشرة تكون عندنا خطة تنموية في كل جهة والنجم نأخذ مباشرة وندخلوا في العملية التنموية باش منضيعوش وقت وباش نحبسوا معاناة وفقر النساء الريفيات والشبان والشابات اللي عاطلين عن يعمل منذ زمن طويل وحتى المشهد خرج والصناعة ما ألم هو البطالة غير معقول لأنه شاب وشاب يقرأ عشرين سنة ويتعب إلى آخره والأمل الوحيد أن نعطهه له بعد ما يتحصل على الشهاد وأنه يتفضل ليدخل في البطالة وين وصلنا؟ على مستوى التوحيد تم بعث المجلس الوطني للمجتمع المدني وهو بسدد التكوين ومش يكون فيه زود ممثلين على كل ولاية وهالوحدة لمش شمل بين مكونات المجتمع المدني هدفها هو التأثير على الانتخابات الجاية يكون عندها برنامج كامل للبلاد نابع من المجتمع المدني باش يعوض غياب البرنامج اللي اليوم نشوفوه في ساحة سياسيو بين الأحزاب برنامج صلب يحمل المجتمع المدني خارج من أبناء المجتمع المدني ويعرض على الأحزاب مثال ثانيا يكون موحد يكون عنده تأثير على الانتخابات الجاية باش يمنعها من أن تكون انتخابات بيضعة هذا على المستوى الوطني ردين يكونوا في المجلس الوطني للمجتمع المدني في زوز ممثلين على كل ولاية طبعا مش ينبولوا نخبة من أهل الكفاءة والنزاهة ولكن التركيز اليوم هو على المجتمع المدني وعلى زوز أفراد من كل ولاية باش هالمجلس الوطني هذا يكون فاعل في الانتخابات الجاية وفاعل في الخطة التنموية على المستوى المحلي نحن بسدد بعث مجلس محلي للمجتمع المدني يكون فيه ممثلين على كل معتمدية ممثلين على الإدارات على الأهل الكفاءة والخبرة في كل جهة وعنده هدف واحد صياغة خطة تنموية لكل جهة هادم الهيكلين اللي قاعدين نقوم بهم اليوم والهدف انتعم هو بأن نمنع وبأن الانتخابات الجاية تكون انتخابات بيضاء ونحب نضمن بأن الانتخابات الجاية يخرج منها أهل الكفاءة والنزاهة أطراف جديدة سواء من الأحزاب ومن غير الأحزاب أطراف جديدة قادرة فعلا على تقيدة البلاد وعند تصور ذكي وقوي لاستغلال كل فرص لفتحتها الثورة والاستجابة إلى تطلعات وإلى حاجيات الناس اللي تعاني وخطة تنموية قوية تخرج منها للانتخابات هذه وإرادة لتفعيل هذه الخطة التنموية إذن مجلس وطني كل ولاية مطلوب منها تقدمناها مع عديد الولايات وراء هذا السؤال ربما يتسألوه الناس شنو الشيء الناجم نعمل إذا كان بلادي داخلها في حيات كما يقال كل يوم وفعلا تونس على شفاء حفرة فعلا تونس على شفاء الهاوية تونس ديوم قريب جدا من الهاوية وراء غير معقول بنا نخلو بلادنا كيفك ونحن فيها خبراء ونشطاء ووطنيين راء غير معقول هذا ويتسأل كل المواطنة شنو الشيء الناجم نعم شنو الناجم نعم لنا باش نساهم في نقاض بلادي مثلا تكون عضو كناشط كمجتمع مدني كجمعيات في المجلس الوطني للمجتمع المدني باش نكون عنا دور في الانتخابات الجاية باش نمنعوها بإني تكون انتخابات بيضاء باش نضغطوا على الأحزاب باش يخرجوا كفاءات قوية وباش نصيغوا برنامج للبلاد على المستوى الوطني على المستوى الجهوي كل ولاية اليوم بسدد بعض مجلس جهوي للتنمية باش تصيغ خطة تنموية خطة تنموية لكل الجهة كل ممثلين على المعتمديات باش يكونوا لذا كل مواطن اليوم عنده فرصة بأنه يدخل فات ديناميكية هذية راهوا ولو من المعتمدية الفلانية تختاروا موثل أو زوزوا ممثلات ويضعوهم رأي المعتمدية كل معنية بسياغة الخطة التنموية باش بعد الانتخابات مباشرة يكون عنا أهل الكفاءة والنزاهة في السلطة ويكون عنا خطة تنموية في كل جهة نارع من أبناء الجهة مساغة من طرف أبناء الجهة وبيد أبناء الجهة مفاعلة بيد أبناء الجهة هذو الحاجتين اللي كل مواطن اليوم منواجبه في رأيي أنا منواجب كل مواطن عنده ضمير وحرز وغيور على هالبلاد منواجبه اليوم بأنه يتحرك في الاتجاه هذية نواحد وشامل بعضنا هذا المجتمع المجلس الوطني للمجتمع المدني هي فرصة وفضعة لتوحيد الجهود باش نكونوا مؤثرين وصياغة خطة تنموية لكل ولاية من خلال المجلس الجهوي للتنمية تكونوه من جم من المجتمع المدني وبدأ التكوين هذم شوانة الزوج اللي يلزم من نشحوا فيهم توحيد الجهود توحيد مكونات المجتمع المدني والتركيز على التنمية باش بعد الانتخابات مباشرة تونس نطلو الصفحة الماضي وندخلوا في العملية التنموية ونستغلوا كل الفرص اللي يفتحها ثورة ونبنوا فعلا بلد متقام وهذا راه وارد جدا بعد الفاصل باش نتحدث على كيفاش ماش نفعلوا هذية وشنور الخطوات الجاية اللي ماش نعملوها باش فعلا نضمنوا بين الانتخابات الجاية تكون هي خلاص الوطن استراحة قصيرة يا هنال كان مثلي ما يهم ومن ومن انتم اصحاب الفخانة والزعامة وادريلان يا هنال كان مثلي ما يهم ومن ومن انتم اصحاب الفخانة والزعامة وادريلان اصحاب الفخانة لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن انا حلمي كلمة وحدة ان يظل عندي وطن لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة إني ظل عندي وطن لا حروب لا خراب لا مصائب لا محن لا حروب لا خراب لا مصائب لا محن خضوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خضوا المناصب والمكان طيب نعوه الآن إلى الخطوات الجاية العملية التي تنجبتها كل ولاية تختار وهذا جاري العمل وهو برشة جمعيات مش يتصلوا بكم عن عديد الجمعيات من سيدي بوزيد من الجاسرين من جابس من جافسة من القيروان اللي هم باتصال بشبكات الجمعيات المتوفرة في بلادنا باش يدخلوا في المجلس الوطني المجلس الوطني هدفه هو سياغة برنامج للبلاد نافع من المجتمع المدني باش نملو الفراغ اللي خلقوه الأحزاب بغياب برنامج طموح وبرنامج قوي وبرنامج يستغل كل الفرص ويكون في مستوى تطلعات الثورة كل ولاية عندها الفرصة بأن تدخل في العملية هذه في المجلس الوطني للمجتمع المدني باش يكونوا موحدين ويكونوا عنا ظهور ويكونوا عنا وزر والهيكل الثاني أو الخطوة الثانية وهما أهم حتى من اللول هي سياغة خطة تنموية لكل جهة رأوا بعض الانتخابات مباشرة مهما كانت الحكومة اللي مش جي ما تظلش عندها خطة تنموية لكل جهة غير ممكن بلادنا منذ قرون توا الجهات مهمشة وما تماشي لا معطيات ولا ألية لي سياعة خطة تنموية للجهة ولهذا إذا كان نحب اليوم منطوروا قابس ولا قفصة ولا قسرين ولا سليانة ولا باجة ولا جندوبة نعمل خطة تنموية باش أبناءها وبناتها يتناح عليهم الفقر وباش المرأة الريفية ما تشتعاني كما تعاني اليوم وباش البطالة تنقص في محل واحد وأنكم انتوما أبناء الجهة تسوقوا الخطة التنموية وهذا راي مش عقاب راي فرصة ليكم في كل جهة باش انتوما تتبنوا الخطة التنموية وباش انتوما تتمسكوا وانتوما تتحكموا في مصيركم باش ما عادش يجيكم خطة تنموية مسخطة عليكم ولهذا اليوم تتمى كل جهة مطالبة الجمعيات التنموية الجمعيات التنموية التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الجمعيات مطالبة اليوم بان يتوحد جهودها فوق فوق الاعتبارات الاديولوجية الاخره الهم الوحيد والمسلح العام راي خطة تنموية لجابز اهم بكثير من اي اعتبارات اخر لان هذه كتنفع كل جابز ما تبشوش في الجمعية الفلانية الحزب الفلاني وكذا ركزوا علىها والخطة التنموية سواء في جابز والقصرين وقصرين الاخرين الخطة التنموية كيف تصيغوها انتم اولا حضوذها في النجاح قوية وثانيا انتم تتحكموا في مصيركم يعطي خطة تنموية لكل جه احب نذكركم بان الخطة التنموية راي مشي ارتجال هذا كلاش الاحزاب مش مقادرين يعملوا خطة تنموية لان مش سهلة خطة تنموية راي على الاقل وكافي في نفس الوقت ثلاثة عناصر اساسية يلجم يتوفر محتوى قوي توفر خطة للتمويل وخطة للتفعيل والمتابعة اذا كان عندك خطة تنموية فيها كان المحتوى اوش مش نعمل وما عندك طريقة تمويلها وما عندك طريقة متابعتها وتفعيلها ومتابعتها باش تنجح للمشروع ذاك والفلوس اذا كان ثم قروض ترجع لأهلها باش انتفع بها غير راي تنمي ما تنجحش اذا خطة تنموية ثلاثة عناصر محتوى وخطة للتمويل وخطة للتفعيل والمتابعة المحتوى كيفاش يساع تقييم الموارد الموجودة في كل جهة تقييم الحاجيات الماسة والضرورة والعاجلة لكل جهة عندك الموارد موارد طبيعية موارد بشرية موارد مالية لاخره من جهة ومن جهة أخرى هي حاجيات الناس وتستعملوا الكفاءة والخبرة وانا مستعد باني نعاونكم في الميدان هذا باش توفقوا بين الموارد والحاجيات كيفاشك الموارد ذيك تصع وتفعل في مشاريع باش تلبيك الحاجيات ذيك خطة تنموية محتوىها يجيك من هك تقييم لما هو موجود من موارد تقييم للحاجيات اللي هي أولويات ومن بعد تحريك وتنظيم وتشغيل لك الموارد ذيك في مشاريع بقيادة المجتمع المدني باش تلبيك الحاجيات ذيك هذا المحتوى بعد ذلك الخطة التنموية الخطة التمويلية عفوا خطة للتمويل التمويل تم التمويل العمومي وانا أنصحكم بأنكم لما تقيموا حاجيات الخطة التنموية وانا نحب نركز على أن المطلوب بأنكم تعملوا خطة التنموية عاجلة للسنتين الأولى في كل ولاية باش نقصوا من معاناة الناس وباش نحضروا المستقبل ما تنطلقوش في عمليات كبيرة اللي تضيع عليكم المستندة الناس يجب اليوم تركزوا على وانا أحط على ذمتكم مثلاً في 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 مستشار الشعب حاط على ذمتكم المحاور السبعة اللي تنجم وتركزوا عليها واللي تلبي حاجيات أغلب المواطنين في البلاد واللي هي ما تطلبش لا وقت طويل ولا تطلب أموال كبيرة وتنجم وتفعلوها خطة تنموية محتوى على مستوى التمويل ما تعملوش على الدولة أكثر من خمسين في المئة من الميزانية اللي تحتاجوها لتمويل الخطة الجهوية على خاطر السنوات الجاية ميزانية الدولة مش تكون مضغوطة عليها مش تكون ضعيفة للأسباب اللي تعرفوا أنتم ولهذا يجب أنكم تعملوا خطة تنموية اللي تعمل خمسين في المئة على التمويل العمومي والباقي سوى تمويل خاص وراء وعندكم الحق بأنكم تتصلوا بجهات خارجية باش تعاونكم طبعا باحترام استقلالية تونس وبجين قيد أو شرط ومنظمة عالمية موجودة لهذا هدفها وهذه مهمتها بأن تتتعاون وتمول البشاريع وتمول البلدان الناشئة كما تونس وعندكم كذلك اللي ما نسميه هنا المد التطوعي المد التطوعي بأنه تم ناس مستعدين بتطوعهم بأنهم يشاركوا مثلا إذا كانت تعملوا مسالك فلاحية وتوى تشوفوا بأن أغلب الجهات محتاجة إلى مسالك فلاحية لأن حالتها بكل صدق مزرية خاصة أنه أخذت لابدوا واحد مريض مانات قريفية وماشي يمشي لمستشفى يمشي نص مريض ما يأخذ بغادي كان مريض بحق وبعمر وهذا غير معقول مثلا تحبوا تعملوا مسالك فلاحية تجندوا الناس تم الناس من الطوعي اللي تطوع بآلاتي الطوع اللي تطوع بالتراكتوري الطوع إلى آخره باش تنقصوا من الميزاني والشي الأخر تم زاد المساهمات اللي سموه اكتتاب واللي كلمة مش باه ما في البداية كانت راه الناس تجند على رواح باش تعاون على النهوذ بالجهة لأنه وقتلتنوا هذا الجهة وقتلتها عملوا خطة تنموية قوية في ولاية راهوا من بعد الناس كلها تستنفى وراه اللي يسلف مياه راه بغض طرفها كل مياه اللي يسلف هذيك اللي مش ترجع له طبعا لأنه ضاونتها الجهة وضاونتها الدولة لكن أكثر من هذا بأنه وقت المنطقة وتتحرق كلها من التنمى راهوا فرص بأنه هو يقوي ثرته راه فرص كبيرة وبأنه يقوي جديدة وتجارته تتحسن وحالته الاجتماعية تتحسن يعني هذا منفعل النسكن ولهذا توم اليوم كمواطنين نحن كلنا على أقل هذا إحساسي أنا اليوم حتى تونس ما عنده الحق بأنه يرقد ويخلي البلاد تمشي للمصير اللي محتمل لليوم الانتخابات الجاية بأنه أعملنا حتى شيء إذا كان تمشي الأمور كما هي المجتمع المدني النشطاء المواطنين يجيوا مطالبين بأنه يتدخل يتدخلوا كيفاش تدخل معروف إما بثورة جديدة وأنا لا أنصح بها لأن لكوانت تعملوا ثورة جديدة توجوك بنفس الانتهازيين لماذا على خطر الثورة تطيح وتسخط بنظام وما تبني نظام جديد خلينا نحن الناس اللي جابوا الثورة خليهم اليوم يوحدوا جهودهم ويتحركوا وهما اللي يقودوا البلاد وذيرا نحب نركز عليه وكل وانت نقلت في كل الولاية ركزت خلت لهم راه مشكلة المناطق الداخلي بأنكم ما تتصوروش أنفسكم بأنكم أنتم بيدكم السلطة وراه الدستور من فصول 131 وما بعد راهوا تجيكم السلطة وما تقولوا أنتم أصحاب السلطة ولهذا حضروا الوحق ويجب أن نخرجوا من هذه المنطقة التي إذا كان جاء الاستبداد ولا الاستعمار وإلى الإرهاب يضحوا أبناء المناطق الداخلية وحي التضامن رأوا مناطق الداخلية وليس كان جغرافيا وحي التضامن والملاسين وغيره يضحوا وناس أخرين هم اللي يبنوا البلاد ويتمتعوا ويهمشوا ويتمتعوا بثروات البلاد ويهمشوا الناس اللي عاملوا الثورة لا نجم منها الناس اللي جابوا الثورة والناس اللي يضحوا من أجل الاستبداد ضد الاستبداد وضد الاستعمار وضحوا في مقارنة للرهاب هذكم هم اللي ينجموا يبنوا البلاد وينجموا يعاونوا على بناء البلاد ويشاركوا مشاركة فعالة في بناء البلاد أنا مش قلتي ابنه هو بإقصاء الآخرين هذا غير معقول مش نعوذوا إقصاء بإقصاء أو تهميش بتهميش أو جهويات بجهويات هذا الببادية مغلق بالنسبة لليل نحن تونس بلد واحد جاهها وحدة ونحب أن نحركوا كل الناس لكن الناس اللي كانوا مهمشين والليوم يعانوا من حقهم بأنهم أولا يتمتعوا بخيرات البلاد وثانيا من واجبهم بأنهم يشاركوا في بناء تونس الجديدة هذاك لماذا؟ اليوم كل مواطن مطالب بأنه يوحد جهوده مع بعض في إطار هالهيكلة اللي ذكرناها نحن مجلس المجتمع المدني إذا كان عندهم هيكاياك الأخرى لا لم يكن حتى إشكال المهم توحيد الجهود والعمل على توحيد الجهود من جهة والعمل على خطط تنموية باش نضمنوا حاجتين توحيد الجهود للمجتمع المدني باش يأثر على انتخابات الجاية باش يخرج منها أهل الكفاءة والنزاهة والتركيز على التنمية باش كل جهة يكون عندها خطة تنموية بعد الانتخابات مباشرة تفعل ونحن طبعا في مركز دراسات الاستراتيجية والتنمية الجامعية اللي رأسها أنا وانا شخصيا مستعدين بأن نتنقله لأي مكان كما فعلنا إلى حد الآن باش نعاونوكم سواء على تأطير وتنظيم الهيكل اللي ماش يوحد مكونات المجتمع المدني أو على صياغة الخطة التنموية باش الولايات تكون مستعدة للتنمية مباشرة الحاوصلة إذن هي اليوم بكل صدق الانتخابات الجاية ماش يمش تحل إذا كانت بقت الأمور كما هي ماش يمش تحل أي من مشاكل البلاد وهذا وهذا يعد على عاتقنا مسؤولية كبيرة نحن كنشطاء مجتمع مدني كمواطنين كوطنيين ضميرنا ما يسمحناش بأن نخلوا البلاد تمشي للمازق هذا يعني ما يسمحناش بأن نحكم على بلادنا بالفشل وبالمعاناة الشبان والشابات والشهداء اللي جابونا الثورة وعائلاتهم ما نحبوش يكون جزاهم بأن البلاد تمشي للهاوية لا إذن اليوم كل مواطنة منواجبه بأن يتحرك البلاد السؤال كيفاش هذا الإطار اللي وضعناه هذا اجتهادنا هذه مساهمتنا وراه ناتج على ورشات عمل لثلاثة سنوات في المناطق الداخلية الكلها في جهات عديد نقول مناطق الداخلية بما فيها سوسة ورشات عمل عديدة في سوسة عنا المجلس الوطني للمجتمع المدني وعنا هدفه الأساسي هو توحيد الجهود والتأثير على الانتخابات الجاية للمجلس الجاوي هدفه الأساسي هو سياغة خطة تنموية لكل ولاية لكي بعد الانتخابات المباشرة نبدو في العملية التنموية إن شاء الله نكون اليوم وصلت لكم الأمل اللي في البداية ربما ضيعناه وعندكم الحق بيضية بأن الانتخابات الجاية مش تكون انتخابات بيضاء وهذا شيء مؤسف جدا ولكن الشيء اللي فرع ويرجع الأمل وأن المجتمع المدني في تونس اللي أطاعها بالاستبداد ولليوم واقف وقفة حازمة بجانب قوات الأمن اللي ينحييهم لمقامة الإرهاب المجتمع المدني اليوم هو بستداد التحرك بش ينقذها البلاد وتقدمنا خطوات كبيرة وسنظهر نعمل ظهور وندخل في المسار نتعى بلادنا هذية ننتظروا وينما شوصوا جماعة الأحزاب اليوم عنا فرصة بأن نأثروا على الانتخابات الجاية نواحد وشاملنا وعننا فرصة بأن يكون عنا خطة تنموية لكل جهة وراحوا إذا كان عملنا الحوايج جزوز هذومة لو أحدنا جهودنا وصغنا خطة تنموية لكل جهة راحوا نكونوا ضمننا حاجتين أولا الانتخابات الجاية مش تكون بإذن الله عرس وفرح لأن بعد الانتخابات مباشرة مش نأخذوا راحنا اللي شادين السلطة أهل الكفاءة والنزاهة وكل جهة عندها خطة تنموية وما شنبدو نخل هذه الحاجة الأولى والحاجة الثانية مش نوجدوا بأن نسكرنا باب الاستبداد لأن حطينا السلطة وحطينا قيادة العملية التنموية بيد أبناء الجهاد معناها بيد المواطنين معناها بيداكم أنتم يعني من خلال العملية هذه ننقذ البلاد وفي نفس الوقت نحول السلطة والقرار خاصة في الميدان الهامل اللي هو ميدان التنمية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية حولناه إلى أبناء الوطن إلى الشبان والشابات اللي جابوا الثور يعني تونس تخليصها من الوضع هذا الحالي بسيط بكل صدق بسيط لأن عن المكونات عنه كل شيء اليوم المجتمع المدني يتحرك ونشال على قريب مش يثبت للداخل و للخارج بأن تونس عندها شعبها يحميها فأحييه